اشتركوا في القناة صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذن نستقبل رأيكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم وكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام عبر أرقام التواصل التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد الأخ العزيز حسن البلاونة في التنسيق نجاة السويد صباح الخير نجاة أيضا في الإخراج معنا المبدع دائما وأبدا عيسى سبيل هذه تحيات يمحدثكم محمود يوسف العليم طيب نبتدي معاكم برنامجنا مستمعين بالفقرة التغذوية الخاصة بهذا البرنامج دائما ما عودناكم يعني بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي اليوم نتكلم عن التسوق الغذائي الصحي بما أن نحن على أبواب رمضان وسبحان الله مع بداية الشهر يصير استنفار كأن الأكل بيخلص من البلاد يعني نشوف زحمة على الكاونترات في الجمعيات وفي منافذ التسوق الكل قاعد يهجم والأسعار يعني ترتفع بصراحة في هذه الفترة بسبب عدم الوعي الكافي بعمليات التسوق أيضا التسوق ترى فيه شغلة يسمون التسوق الغذائي الصحي هذه الأمور بنتعرف عليها مع لخة نجلة درويش عبيدة خصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي صباحك الله بالخير أختي نجلة صباحكم الله بالنور والسطرور يا هلا اليوم نبغي نتكلم عن التسوق الغذائي الصحي أول شيء خلينا يعني نتكلم لنا فيه أحيانا للأسف معظم العادات اللي ارتبطت به يعني قرب شهر رمضان أن الكل يهجم على الجمعيات وياخذ مؤونة يعني أحيانا ممكن تكون فوق المطلوب أحيانا ممكن تكون يعني حتى الصلاحية مالتها يعني في بعض الشغلات الواحد يأخذ بصلاحية معينة بفترة معينة فخلينا نتكلم عن التسوق الغذائي الصحي تفضلي طبعا تسوق الغذائي الصحي هو في وقت الحين ثم ما ذكرت خي محمود أن قبل رمضان الناس كلا تروح وتشتري وسترس يعني العربانات عساس أنه خلاص يعني بنا أخذه ما بنرجع مرة ثانية فلزا نردون مرة ثانية بعد صحيح يترون لغراض اللي فيه وصفة يديد عليهم يبوني فقطون اللي فيه أشياء معينة صحيح بغض النظر أنهم ما ينظرون حتى لمحتوى السعرات الحرارية لكمية الدهون للأشياء اللي ممكن ينظرونها حتى على يعني حتى على المنتج نفسه على بطاقة البيانات الغذائية الناس تغفل منها النقطة طريقة التخزين كذلك بعد ممكن تغيب عنهم كونهم يبوني البيت وطريقة التخزين تكون غلط يعني يحطونها فماكن ممكن تعرض لأشعة الشمس أو حتى يخلطونها منظفات مع منتجات غذائية فهي بعد كلها الضر من منتجات فمهم جدا أن الأسرة ترتب عملية الشراء لمواد الغذائية قبل ما تروح وداما نقولهم ليس يرون خلاص أنه في ظنهم يترونهم يعاني حتى برمضان يعني حتى هم صايمين لأنهم يشترون أشياء ما لها لازموا أشياء يعني زيادة من السعرات الحرارية اللي هم يحتاجونها لأن خلاص يشوفون بالعين أن أي شيء فيها عروض أي شيء عليه عروض أو حاطينها مثلا بكيتات ممكن يأخذونها بس بكميات كبيرة وما يتأكدون من صلاحية المنتج يعني بعض المنتجات اللي تكون عليها عروض ما نمتأكد من صلاحية تكم الشخص لماذا يحتاجها يعني كم يستطيع نحتفظ فيه في المنزل نركز على عدد أفراد الأسرة طريقة الاحتياج هاي أمور جدا مهمة طبعا في عربانة المشتريات يفضل أن نبدأ بالمنتجات الجافة والمعلبات بعدين نركز على الخضار والفواكه والمخبوزات وما نأخذها بكمية كبيرة لأن هذه الأشياء اللي تفسد بسرعة نأخذها بكمية كبيرة ممكن خلاص المستهلك ما يرد يحتاجه فبالتالي نزيد الأشياء اللي نتخلصون منها يزيدونها وترمي برع بدون أي فايدة ثالثا المنتجات الحليب رابعا اللحوم والأطعم المتلجة هاي نخليها كالنهاية لأن في بعض المتلك يندخلون ويبدون بالمتلجات فيمكن يأخذون أكثر عن ساعة ساعتين أثناء شراءهم في الجمعية أو في السبر ماركت وبعقب مثلا يرحون يعرضون المنتجات هاي يبعد في السيار الفترة بعد قويلة من المكان لين منازلهم فتعرض لأن يفسد أو يصل لإشي مثلا فأفضل أن يخلونا بآخر اختيار لم يروحون حق التسوق الغذائي طبعا مهم جدا نتحقق بعد من كمية الدهون والسكر والملح قصة الناس اللي عنهم من أمراض وحتى حق الناس الأصحى ركز يعني دائما في البطاقة مثلا مكتوبة لكل 100 درام فنحن ضرورة جدا نعرف أن مثلا هذا المحتوى كل العلبة فيها 200 قرام أو فيها 250 فنحن بس خلاص ركزنا على 100 قرام ولقنا مثلا المحتوى السعرات اللي فيها على سبيل المثال 60 سعرات وقلنا خلاص أن هذا المنتج زين ونأخذه لكن المنتج هذا ليس عبارة عن 100 عبارة عن 200 يعني يحقن لفظ عند المستهلكين كذلك في بعض المصطلحات اللي دائما تكون على المنتجات مثلا خالي من السكر أو خالي من الصوديوم قليل الصوديوم هاي كلها مصطلح أن المستهلكين خلاص عندهم وعي فيها لأن حتى مثلا خالي من السكر أنا ما يعني أن المنتج أبدا ما فيه سكر قد يكون حتى السكر الفاكع نفسه أساسا موجود في المنتج فبس نحن نضاب أن نعرف إذا كان خالي من السعرات الحرارية يحتوي على أقل من خمس سعرات حرارية خالي من الصوديوم يروح مصومة من الملح ملح الطعام نحن نتركيز على الصوديوم الموجود في الملح حيث إذا كان خالي من الصوديوم عزمة أقل من خمسة مليجرام من الصوديوم نركز على يعني دائما ننصح المستهلكين يأخذون أشياء تكون قليلة إلى متوسطة ما يروحون أشياء تكون عالية بسعرات الحرارية وحتى عالية بالصوديوم فالقليل بالصودي مثلا يعني يحتوي على 140 مليجرام أو أقل فتوجه دائما نتحاشى بعد دون مشبعة يعني إذا كان تركيز يعني دون مشبعة في المادة أو المنتج نفسه بزيادة بعد هذا ممكن يأثر يعني غير الأشياء الثانية ممكن يأخذون كميات كبيرة وطريقة الاستلاك كلا تكون عقب يعني فائضة عن حد بزيادة يعني فهم بغنى عنها وهذا الشيء مغم جدا قبل مضان يعني عادي الواحد يروح بين فترة وفترة للجمعية ويشتري بس يشتري الكميات اللي هو بحاجة لها ومتأكد أنه يحتاج في هالفترة وطريقة تخزينها تكون صح يعني في المنزل جميل طيب أحيانا يعني تجاوز البطاقة الذكية ممكن يعرضنا لبعض الأمور اللي نحن ما ننتبه فشو هي أفضل طريقة لقراءة هذه البطاقة الغذائية صحيح نحن نركز على الأشياء اللي هي خلاص اللي ما فهمنا يعني ممكن الناس نقولهم دهون مشبعة ما يعرفون شو هي دهون مشبعة أو مثلا دهون الغير مشبعة فيصير بدنا فيه لبس فنحن نركز مثلا كمية السعرات الحرارية ركز على الصوديوم ركز على محتوى الدهون بشكل عام يعني ما يكون متجاوز إذا لم تكن نسبة الدهون فيها يعني كمجموعة الدهون إذا قلنا مثلا 20 قرام أو أكثر يعتبر المنتج غير صحي لكن أنا هنا بحدد استهلاكي للمنتج نفسه بحيث أني أنا ما أستهلك بكميات كبيرة إذا مثلا كان من 3 قرام 20 قرام لاباس خلال لنحن نركز على محتوى السكر كذلك يعني لاباس أو معتدل ما بين 5 إلى 15 قرام بالمنتج نفسه بسطروري أخي محمود مثل ما ذكرت أننا نعرف كمية المنتج إذا أنا أخذ مثلا 200 ملي أو أخذ 100 ملي ونحن نعرف أن الكمية تناولها في بعض الأحيان زيادة الشي بزيادة من غير دراية ممكن يعني خلاص يكون خدوا فايد من السعرات الحرارية بالتالي يؤدي لزيادة أوزانهم هم ضمن منهم من المنتج هذا صحي وفي بعض الناس تلجأ للمنتجات الصحية فعلا ولكن تتناولها بكثرة يعني تأخذها بكثرة ظن أن من من هذا منتج صحي على سبيل المثال عالي بالألياف الغذائية ما فيه سكر وائد فتتناولها بكثرة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن جميل فمهم جدا أن الشخص يعرفه اشتياج للمواد هذه على حسب السعرات الحرارية التي احتاجها خلال اليوم وبعد ننصح من لازم يعودون لأفراد الأسرة أنه ليس خلاص أنه صار أنه كل المفاهم تنحط بس في الأكل طريقة الطب ننقل كميات الدهون نحاول أن تنقل كميات الأملاح فهذا تكون للجميع ممتاز ليس للشخص المصاب ممتاز نصيحة أخيرة تريد أن توجهينها أهم شيء طريقة التخزين يعني أنا دائما نركز على التسوق الغذائي الصحي هذا التسوق أهم شيء أن الشخص يروح يشتري المواد هذه يرتب أولويات يعرف شو الأشياء اللي يبحاج لها وما يكثر من هذه أهم نص نوجهها حانيا حتى قبل حلو شهر رمضان مبارك نعم طيب شكرا لك خصائية التغذية العلاجية في حيات الصح صحة بدبي لخط نجلة درويش عبيد شكرا جزيلا على هذه الفقرة المفيدة والجميلة شكرا كل الشكر والتقدير إلى عدكم شكرا شكرا جزيلا إذن مستمعين منطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل متواصل معكم فنتكلم إن شاء الله عن بعض الخدمات في هيئة الصحة بدبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا مستمعين 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة هنا حورية العواضي تقول أرجو التواصل للضرورة زي شو فيها نجات لأن أعتقد يمكن مبلي برنامجنا لكن كلمي هاي يمكن سبحان الله الموضوع لها علاقة ببرنامجنا أيضا يقول صباح الورد بغي ترقب مركز دبي الطبية الكاملة ما أدري يمكن تتحدث عن الطب التكميلي اللي تكلمنا عنه البارحة ما أعرف إذا تتحدث عن هذا الموضوع ولكن مركز زبي الطبية الكاملة ما أدشت سمعت عنه ما أدري عطنا المسمى بشكل صحيح ممكن نساعد فيه ولكن ممكن تتصل على 800-342 800-DHA 3-4-2 بيوصلونك للمركز إذا تطري مركز دبي للطب التكميلي هذا المركز يروحول إن شاء الله بتحويله سواء من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من خلال العيادات التخصصية بعد يعني اطلاع طبيبك المباشر على حالتك وهو اللي يطلب لك النقل هناك إذا تقصد مركز دبي للطب التكميلي لكننا نتكلم عنه البارحة الآن ما نتوجه لمستشفى راشد وبالتحديد إلى قسم الجهاز الهضمي في منستشفى راشد معانا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد خصوان اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقسم المناظير قسم الجهاز الهضمي بمنستشفى راشد هذا القسم مستمعين روشي صباحك الله بالخير دكتور نعم صباحك نتمنى قلت البوزيشن صح صح ممتاز نزيل قسم الأمراض الجهاز الهضمي والكبد من الأقسام التخصصية في منستشفى راشد اللي تقدم خدماتها للمرضى وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية من خلال نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة المتطورة والتقنيات العالية المستوى على مستوى العالم حقيقة يعني عندنا ما شاء الله يعني كادر طبي وأطباء على أعلى مستوى في هذا القسم فعشان شي قلنا ما نسلط الضوء قليلا على هذه الخدمات اللي قدمها قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد فيهلي تأخذنا في جولة سريعة عبر الخدمات اللي تقدمونها دكتور طبعا صبحكم الله بالخير طبعا جميعا وشكرا يوزين للا اتصالكم الغالي علينا وطبعا يسعدنا دائما نقدم فكرة عن قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد طبعا من اللي بيعرفوا القسم عننا طقيبا هو أكبر قسم على مستوى الدولة تقريبا المشفى الوحيد أو القسم الوحيد في مشفى راشد اللي عنده مرضى مقبولين تحت إدارة الجهاز الهضمي على مستوى الدولة طبعا تحت تخصصية طبعا الخدمات التنظيرية عندنا قسم تنظير كبير دائما هو مثير للأعجاب حتى كان عندنا مبارح جولة من أطباء زائري من خارج الدولة من بريطانيا من الأوروبا الغربية فكانوا مبارح في الأمس مبهرين من مستوى الخدمات التقنية على مستوى الأجهزة التنظير والغرف والتنظيم وقبل التنظير وبعد التنظير فهذا عن مستوى التنظير مستوى السريري طبعا بمعنى أنت ما بشوف بس طبيب جهاز هضمي أنت بتشوف طبيب جهاز هضمي متخصص في الكبد بتشوف طبيب جهاز هضمي متخصص في الـ IBD أو أمراض الأمعاء الالتهابية هذا تحت التخصصات هذا تقريبا المشفى الوحيد في الدولة لأنه تحت تخصصات تقريبا كل مرضى التهاب الكبد في الدولة موجودين في راشد القسم الأكبر مرضى الـ IBD أو أمراض الأمعاء الالتهابية الأكبر بشكل مختصر. طبعاً في عنا قسم كبير اللي هو للمرضى المقبولين في المشفى اللي هم طبعاً بيكونوا برعاية الجهاز الهضمي طيب دكتور نحن ذكرنا أن عندكم أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة فخلنا نتكلم عن التقنيات والأجهزة المتوفرة في قسمكم طبعاً نحن عندنا خمس غرف للتنظير الهضمي. هاي شغالي على مستوى 24 ساعة على مدارة أيام الأسبوع السبعة خدمات تنظيرية طبعاً تشمل تنظير العلوي والسفلي. تنظير المعدة والكولون التشخيصي والعلاجي كان للتشخيص أو كان للعلاج طبعاً في عنا تصوير القنوات الصفراوية وهو الـ ERCB. عنا تصوير بالأمواج فوق الصوتية. هو المراكز القلية جداً بالدولة اللي عندها الـ EOS مع الـ ERCB. عنا تصوير أمعاء دقيقة عبر الكابسول وهو كمان هذا تقنية حديثة. فكابسول بدون تنظير يصول الأمعاء الدقيقة. طبعاً بالإضافة أن المركز الوحيد في الدولة اللي عندنا فحوص تحري ضغوط المري اللي هو اللي نسميه المانومتري بأجهزة طبعاً عالية المستوى وعالية تقنية من الولايات المتحدة الأمريكية عندنا طبعاً دراسة حموضة المري كمان احنا تقريباً المركز الوحيد على مستوى الدولة اللي عندنا هذا الفحص. بالإضافة إلى الخدمات التنظيرية البسيطة اللي هي اختبار التنفس لتحرج الرطوم في المعدة. اختبارات اللي هي علاقة بالتحسس لللاكتوز أو الحليب. هاي الاختبارات تقريباً هي بتكون هاي الاختبارات الساعات القليلة طبعاً بالإضافة أغلب المرضى بيعرف أن احنا معنا عمليات التنظير للتخصيص عبر البالون. نحط بلونات المعدة للمرضى اللي عندهم مدانة زائدة وحبين يخسسوا بدون جراحة. فكمان احنا منحط لهم بالون إدخال وإخراج البالون هذا بيصير عننا. هذا على مستوى طبعاً تقريباً لخدمات تنظيرية. الأهم منه أنه نحن طبعاً نكونوا إحنا المشفى الراشد قسم الجهاز الغضمي بيغطي كل مشافل THA ومنغطي حتى كل مشافل خاصة. حتى الحالات المستعصية خاصة من زبي وحتى بتيجينا من إمارات أخرى. اللي حالات النظيف الهضمي العلوي أو السفلي المستعصية حالات حصيات الطرق الصفراوية. كلهم يبعتوها إلى مشفى راشد كونوا القسم الأكثر تخصصاً وتقدمت طبعاً لعنا فريق متكامل. 15 عضو في قسم الجهاز العظمي بكافة التخصصات وبكافة التراتبيات التخصصية. فهذه الخدمات تقريباً اللي في قدمها على مستوى شبه يومي. التنظير شغال يومياً بالإضافة للعيادات على مدار أيام الأسبوع الستة. طيب دكتور يعني تقريباً كم عدد المراجعين بشكل شهري عندكم؟ يعني تقريباً إذا تكلمنا عن مرضى التنظير الإضافة لمرضى العيادات فتقريباً فينا نتكلم من توسطياً بين 250 إلى 300 مريض شهري. ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور أبرز الحالات المرضية اللي تراجعكم في القسم. وأيضاً أبغي أتكلم إذا كانت عندكم إنجازات في القسم كذلك وحالات نادرة تم العلاجها. خلنا نستعرضها بعد كذلك على المستمعين. طبعاً. طبعاً الحقيقة اللي بتابع شوي وسائل التواصل الشماعي للسوشال ميديا وحتى الجرائد الوطنية. عدد تقريباً على مستوى تقريباً شبه شهري دائماً في عنا حالة متميزة. مش فراشد إن كان على مستوى حالة نزيف مستعصية أو حالة إخراج جسم أجنبي أو حالة عبارة مستعصية لتصوير الطرق الصفراوي. تقريباً على مستوى على تقريباً بشكل شبه شهري. تقريباً خليناً أتكلم كمان على نقطة مهمة إنه إحنا لعيادات تحت التخصصية لعنا عيادة IBD وعنا عيادة Hepatology. يعني بس أنت بشوف طبيب جهاز رضمي كبد. أنت عندك مشكلة في الكبد. فهو بيكون اختصاصه في الكبد. هاي مش موجود ولا في أي مشفى أو مركز طبي في الدولة. إنك أنت تشوف تحت اختصاص. مو بس تشوف طبيب جهاز هضمي. أنت تشوف تحت اختصاص. جهاز هضمي مختص في الـ IBD. مختص في الكبد. مختص في أمراض مثلاً جهاز هضمي الوظيفية. طبعاً عنا مؤخراً بدأنا ببرنامج المسح الوطني على مستوى الدولة للتحري المبكر لسرطانات الكولون. مؤخراً طبعاً وسعنا القسم للمرضى الداخلين بحيث صار أكبر من الماضي. عندنا صار تقريباً ساعة حوالي 20 مريض داخلين بنفس القسم. طبعاً مستقبل حالات النزيفة المحكينة من المشافي الأخرى. لأنه أساساً تكون مستعصية على العمل في المشافي الصغيرة أو حتى المتوسطة. مؤخراً في عنا بدأنا حتى تدريب فنيي التنظير من المشافي الأخرى. حتى مشافي الخاصة إذا عندهم فنييين تنظير حدين يعملوهم advanced training فيبعتهم عمش فراشد عشان ندربهم. طبعاً في عنا طبعاً وآخراً حصلنا كمان إنجاز نعتبر إحنا عمستوى اليونت بالناحية الأكاديمية. حصلنا على موافقة للبرد السعودي للبدأ ببرامج التدريب للمقيمين. يعني أنت بتكون متخصص في الأمراض الداخلية فبيبلاق تدريبك في الجهاز الغضمي في مشفى راشد. وهذا تقريباً المكان الوحيد في الدولة. ما في حدث تاني عنده البرامج للفيلوشيب للغاستروانتولوجي وبيحصل طبعاً بعدين على البورد السعودي. ولاحقاً إن شاء الله حتى تعمل شغال على موضوع البورد الإماراتي. فهذا كمان نعتبر إحنا تقيباً من إنجاز بالقيادة الدكتور سمير العوضي اللي هو طبعاً دائماً بوجهنا باتجاه التطوير والتحسين بشكل شبه يومي. المرضى طبعاً الموضوع الأسفل اللي إحنا كمان حابين نحك فيه إنه المرضى الكبت تحس حالك في مكان تخصصي. أنا مو قاعد مع مثلاً مرضى من عندهم حالات مرضية أخرى. انت قاعد في مكان تخصصي بس عم يعالج لك التهاب الكبتسي وبالتالي بتكون الأدوية متميزة الفولو أب الفترات التنظير فترات العلاج بيكون في عنا كو أردنيتر. النرسات بتواصلوا مع المرضى على مدى 24 ساعة. بمعنى سرعة الوصول إلى الطبيب الاختصاصي بقسم الجهاز الهضمي بمش فلاشة صارت متميزة. انت مو مش مضطر تستنى موعدك بعد شهرين أو ثلاثة لحتى تشوف طبيبك. عندك عندك كوردينيتر عندك إشو معينة. تاني يوم الصبح بيجي بشوفك طبيبك من بيتك. وبالتالي هي كمان احنا نعتبرها كمان هذا إنجاز مؤخر على على مستوى الجهاز. طبعاً أغنب الحالات اللي منشوفها هي حالات انتهابات الكبد. حالات أمراض الأمعاء الانتهابية. حالات سكلون العصبي أو تهيج سكلون العصبي. حالات الارتجاع المريئية. وطبعاً حالات مثل ما بنعرف موضوع التخصيص مرضى البداني اللي هم يحاولوا طبعاً يجل لعنا مشان موضوع البالونات إن كان عبر التنظير أو بعدين ما نحن بنعمل التنظير هما بدين يساوي جراحة تخصيص أو جراحة البداني. جميل. دكتور هنا في سؤال يقول السلام عليكم رحمة الله صباح الخير. في خصائيين نساء لعلاج المنظار للسيدات. طبعاً عنا نحن التقم تبعنا في عنا ست اختصاصيات في الجهاز الهضمي وبالتالي حتى المريضات السيدات اللي حابين يكون ليعملهم المنظار العلوي أو السفلي السيدة أو في ميل فدائماً موجودين على مدى أيام الأسبوع. عنا ستة من أصل عشرة. جميل. نحن بس نبغي نذكر بآليات العمل. أنا في بعض الناس ممكن ما مبعارفين شو آليات العمل. إنه مفروض التحويل لقسمكم دكتور يكون من خلال المركز الصحي اللي أنت تابع له. تمر عند طبيب الأسرة ويشوف حالتك وكذا بعدها ممكن يتم التحويل عندكم. أو فيه إمكانية يتوجهون لكم مباشرة دكتور في حالات معينة. الحقيقة نحن طبعاً عطفاً على إنجاز الأخير للـ DHA. تتوجهون للبيت الحيما. هي تماماً الإنجاز الأخير اللي أحنا صار السيستم الجديد المتطور جداً أيام زمان كان أنت ممكن تكون تجيب التحويل من المركز الصحي تطول شوي. حالياً من لما بدأنا بدل السيستم الجديد. أنت يوم تكون في عندك في إيادة الأسرة وفي المركز الصحي اليوم وكتب لك طبيب الأسرة أو طبيب العام. كتب لك ريفرل أو تحويله للجهارة الهطمية. اليوم في نفس اليوم نحن نجاوب عليها. ماكسمم اليوم الثاني. والثاني أنت في اليوم نفسه أو الثاني بيوصلك رسالة أو حتى يتصل فيك من النرسات أو أنه عندك موعد عيادة في يوم كذا عندك موعد تنظير في يوم كذا وطبعاً إذا كانت الحالة إسعافية وتم الإشارة أنه إسعافية من قبل طبيب الأسرة. المريض بنشاف باليوم الثاني أو بماكسمم بنشاف بنفس الأسبوع. فدائماً إحنا كونه أهل دبي اللي عندهم أساساً تأمين صحي في دبي وبتابه وتابعين لمراكز الـ DHA المراكز الـ BHC الخطوة الأولى بتبدأ من الـ BHC بنفس اليوم لا تقلق. رح توصلك الريفرل. إحنا في نفس اليوم أو اليوم رح نجاوب عليك وتخبرك إيش وتطلن شوفك في العيادة أو رح نعطيك موعد تنظير هذه ممارسة جميلة جداً يعطيكم ألف عافية ووايد فرحتني دكتور بهذه الممارسة لأن أتمنى إن شاء الله يعني جميع الأقسام في هيئة الصحة في دبي يعني يقتدون بهذا الموضوع لأن عملية توفير المواعيد بشكل مباشر للعملاء هذا هو المطلب والهدف اللي نسعى حقيقة من خلال جميع البرامج اللي قاعدين نقدمها وهذا هو التحدي الكبير اللي نحن نسعى له ولكن أيضاً هذا الكلام ما رح يتحقق دكتور إلا بتعاون جميع الجهات وأيضاً كذلك على العملاء يا جماعة الخير نحن نتكلم عن التعاون من قبلكم كذلك في هذه المسألة ووايد موضوع مهم جداً أنك أنت تلتزم بهذه المواعيد تلتزم بالتواريخ اللي يعطونك إياها الاعتذار عن تاريخ معين أنت رح تربك الجدول العام للعمل فهذه مسألة ووايد مهمة أتمنى كذلك تعاونكم مع هيئة الصحة في هذا المجال ما تكلم عن تخصص الجهاز الهضمي ولكن جميع التخصصات في هيئة الصحة في دبي هذه المسألة أحياناً بعض الدكتور الواحد لازم يستوعب حقيقةً العمل اللي يقومون به الدكاترة أو البروستس اللي يمشون فيه على سبيل المثال أنا شوي بطلع برع الموضوع هذا بما أننا نفتحنا موضوع المواعيد لأنه واحد من أبرز الأشياء اللي يعني انصادفها من المشاكل الرئيسية واللي كان فيه توجيه من سيدي سموه شيخ حمدان بن محمد المكتوم الله يحفظه وليعاهد دبي بأن يجب علينا تقليص المواعيد وهناك متابعة مستمرة من معالي حميد القطامي لهذا الموضوع مع جميع الوحدات الإدارية حقيقةً في هذا المجال فنحن نتكلم عن مسألة ضرورية يجب على الجميع أن يتعاونون فيها المسألة مهمة جداً أنك أنت بعد كذلك المتعامل يجب أن يعرف آلية العمل عندك على سبيل المثال إذا طلعت على موعد خاص بالأسنان مثلاً هناك أحياناً بعض الناس يشتكون من مسألة أن والله الطبيب طالع من عنده المتعامل وقاعد نص ساعة ما يسوي شيء لما تي تشرح للمفروض أن تشرح اللي تقول له عملية أن المريض نفسه يأخذ تقريباً بمعدل أنا أقول 40 دقيقة للعلاج ولما يطلع يجب على حسب الآليات العمل والبروتوكولات ومعايير الجودة والتميز أن يتم تعقيم الغرفة لمدة 20 دقيقة هذه المسألة تأخذ ومو بيالس ترى يشرب قهوة ولا شيء لا قاعد يعقم لك الغرفة على أساس يتأكد عدم نقل أي أمراض ممكن تنتقلك من المريض السابق هذه من بين الأمثلة أنا أطرحها فيعطيكم ألف عافية دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل ما أختم معاك طبعاً أنا من نفس الجيء أنا أثني أو أعطف على كلامك المهم توجيهات قيادتنا الحكيمة هذا الشيء الهدف اللي نحن نحاول دائماً نطور حالنا بشانه دائماً سرعة الوصول إلى الخدمة الصحية دائماً تسهيل هذه الخدمات وتقديمها بأجود وأفضل الأشكال الممكنة وأنا طبعاً شاكرين لإتصالكم القيم وإن شاء الله النهار سعيد أتمناه للجميع شكراً جزيلاً دكتور أحمد محمد خصوان اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقسم المناظير في مستشفى راشد كان يحدثنا عن خدمات قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد يعطيكم ألف عافية شكراً جزيلاً دكتور شكراً لكم شكراً إذن يعني أستانس والله يوم أسمع هذه الأخبار عملية أنك أنت تصل بالخدمات إلى المرضى في بيوتهم عملية الإسراع في إعطاء هذه المواعيد قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد يعني هذا نموذج للعمل اللي إن شاء الله رح نسعاله في العديد من المجالات أيضاً جمعت الخير اللهم لك الحمد هناك يعني الكثير من المبادرات اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي تعرفون الهدف الرئيسي أنه لما سيدي صاحب بسموه شيخ محمد براشد دع المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الزراع حاكم دبي رعاه الله لما طرح مسألة واحدة من المبادئ اللي طرحها أنه يكون هناك طبيب لكل مواطن على هذا الموضوع تعمل هيئة الصحة بدبي بالعديد من المبادرات عشان تحقيق هذا الهدف وفي مبادرات أصلاً كانت قائمة لتحقيق هذا الهدف فنشوف مثل هذه المبادرات وبعدين إن شاء الله في القريب العاجل ما نعلن عن مبادرات جميلة كذلك في إطار تحقيق هذا الهدف أنه يكون هناك طبيب لكل مواطن ما بغي أحرق المواضيع من الحين ولكن نتمنى إن شاء الله نعلنها في القريب العاجل عبر برنامج أنه نطلع فاصل المستمعين بعد الفاصل نتواصل لأن عيسى دي شوية بتدخله في عيني فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هنا في رسائل بقراها على السريع بس أذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 يقول في مستشفى راشد لا يوجد دواء لالتهاب الكبد C نجات التصلي في الريال نزين حاولي تاخذين التفاصيل هذه كلها متى سار وكيف سار وحاوليها على المعنيين عندنا في القروب حطين لنا مع الأرقام على اساس التصليم فيه مباشرة ولكن جماعة الخير نحن في النهاية نتكلم عن منظومة صحية كاملة في إمارة دبي يعني اللهم لك الحمد الحكومة وفرت لنا تأمين صحي وفرت لنا أفضل يعني الخدمات الصحية زايد أن القطاع الخاص ما شاء الله يعني عندنا كبريات الأسماء العالمية في مختلف المجالات فما أدري إذا على حسب كلامك الدواء ما موجود في مستشفى راشد يعني أكيد موجود في إمارة دبي وأنت عندك تأمين صحي ممكن تأخذه إذا افترضت أنه مش موجود أصلا في مستشفى راشد لكن يعني سبحان الله ما نشوف خلنا نشوف التفاصيل لا نقدر أحكم من الحينة لازم لازم أشوف التفاصيل كاملة بس أنا أقول دائما الواحد يا جماعة الخير يعني ينظر إلى الأمور اللي وفرتها الحكومة بشكل كبير يعني اللهم لك الحمد في ظل هذه القيادة الرشيدة يعني قاعدين نشوف وايد أشياء جميلة ما بس في مجال الصحة في كل المجالات اللهم لك الحمد في كل المجالات عندنا إنجازات والله يعني إذا أنا يعني ما معوذ بالله من كلمتها أنا بس لفيت تقريبا ما يقارب مئة دولة حول العالم اللي موجود عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتكلم على دول يفترض أنها هي دول متقدمة أقسم بالله ما شفت يعني خدمات على مستوى عالي مثل الموجود عندنا في دولة الإمارات اللهم لك الحمد قيادة رشيدة فاهمة تعمل على خدمة الوطن والمواطن والمقيم ربي لك الحمد فخلونا نشوف المسال بهذا الشكل دائما دائما يعني نثمن هذه الإنجازات نثمن هذه الأمور يعني نتكلم بشكل يعني بعيد عن مجال الصحة لا نتكلم بكل المجالات فيعطيكم ألف عافية ما نشوف هذه الأمور يعني البرنامج هذا أصلا مفتوح لكم أنتوا على أساس أننا نعرف مثل هذه المواضيع سبحان الله العمل دائما ما في عمل كامل كمال لرب العالمين يقول تحية للدكتور بشير في قسم الجهاز الهضمي في مستشفة راشد هو قمة بالاحتراف والأخلاق والعمل الذي يرفع من المستوى في الخدمة في الهيئة الطبية المباركة في إماراتنا الحبيبة شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة حرية طلع موضوعة مبعدنا للبث المباشر بعدها ترسل رسائل يحليلها نزيل نوجه لك أجمل تحية حرية وإن شاء الله يتواصلون معنا في البث المباشر نذهب إلى موضوع أطلقت يعني موسيس النور دبي وأيضا من خلال يعني إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة في دبي مبادرة مجانية بمناسبة عام التسامح تهدف إلى الكشف المبكر عن مشاكل البصر لدى عدد من المدارس الخيرية الخاصة في إمارة دبي معانا الدكتورة سوسل نحاس طبيبة خصائي أول إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة في دبي أوشي صباح تشالله بالخير دكتورة؟ صباح النور هلا أخ محمود نتكلم عن هذه المبادرة شو هي المبادرة عدد طلب المستهدفين من المبادرة الهدف من المبادرة وأيضا لماذا تستمر؟ وايدة سلسلة تشفي صغال واحد عشان تخذي راحتك تفضلي هذه المبادرة هي مبادرة في عام التسامح أطلقتها قسم الصحة المدرسية في إدارة حماية الصحة العامة تعاوننا مع مؤسسة نور دبي وبعض الشركات الخاصة تهدف الحملة أن نكشف كشف مجاني ومبكر عن مشاكل البصر لدى طلاب وطالبات المدارس الخيرية الخاصة في إمارة دبي طبعا مثل ما نعرف المال للبصر يعني من أهمية جدا مهمة على النستوعات التعليمي والأكاديمي لطلابنا وطالباتنا هذه المبادرة تستمر لمدة ثلاث أسابيع وتقريبا العدد بيكون حوالي ثمانت آلاف طالب وطالبة في هذه ثلاث مدارس خيرية جميل شو الفحوصات التي تضمنتها هذه المبادرة؟ طبعا هذه المبادرة الهدف منها أن نكشف كشف مبكر عن عيوب الأبصار المشاكل الممكن يتعرضوا لها لأن في وايط طلاب خصوصا اللي يكونون في المراحل الابتدائية ما يعرفون يعبرون ما يكونون عارفين أنهم فعلا مقدرين يتشوفون بطريقة سليمة ما يكونون عارفين فإحنا هدفنا أن نكشف كشف مبكر عن هذه العيوب والمشكلات واخترنا فئة هامة من فئات المجتمع وهي الطلاب والطالبات اخترنا المدارس الخيرية كذلك اللي بنتوف عندها أي مشاكل بيتم تحويله لتلقي الرعاية الصحية الملائمة عشان يلحق على الأطفال لأنه ما يأثر سلبا على مستواهم التعليمي بالضبع تأثير ضعف النظر على التحصيل العلمي تأثير كبير دكتورة أكيد أكيد مثل ما قلت لك الطلاب خصوصا اللي يكونون في المراحل الابتدائية ما يكونون عارفين فجأة ممكن حتى المدرس ما يلاحظ أو الأهالي في البيت ما يلاحظون الطلاب يكونون مثل عندهم معاناة صامتة يعني هم يعانون ما يشوفون بس مقفاهمين شيء السالسة فجأة ممكن نشوف أنه عندهم عدم القدرة على أنهم يتابعون دروسهم فجأة منلاحظ في تراجع في تحصيلهم العلمي والأكاديمي مع أنهم كذكاء وكوضع يكونون تمام بس بسبب مشكلة الأبصار ممكن حتى ينزل مستواهم فالبصر وايد مهم والحملة شفنا أنها وايد مهمة خصوصا في عام التسامح حسينا أنها بادرة مهمة أن نستهدف هاي الفئة المهمة في المجتمع جميل أنت ذكرتين رجعتين بأيام الدراسة أنا عادة يعني ما كنت أحب ألبسه نظارة خير شر ما أحب ألبسه الألعاب ورود يعني ما يحبون مزيه لي ما فصلوا لي نظارة عشان أقدر ألعب فيها كورة نظارة مثل ما أنت السباحة يعني كانت عشان أقدر ألعب كورة فعقبة خلاص تعودنا عليها زي دكتورة هذه المبادرات لها أهمية كبيرة في تعزيز وحماية الصحة العامة فأبغي أعرف شو هي المبادرات اللي عندكم الشغلات اللي تسوون في هذا المجال وأيضا استغلالكم لمثل هذه المبادرات إذا ما كانت هناك فحوصات أخرى بالنسبة لأن هذه المبادرة طبعا لها أهمية كبيرة في تعزيز وحماية الصحة العامة فئة الطلاب والطالبات تشكل شريحة واسعة من شريحة المجتمع واللي يسهل أكثر أنهم هم كلهم متواجدين في المدارس فنقدر نوصل لهم بطريقة أسهل من أن الواحد يقول لهم مثلا أن يحصلهم في العيادات أو في مكان ساني فهي فئة جدا مهمة أن نركز عليها محتاجة اهتمام خاص هم في فئة عمرية مهمة جدا أن نكتشف أي كشف مبكر غالبا ما يكونون يعرفون عن أي مشاكل صارت لهم المبادرة هاي كأننا وصلنا لهم الرعاية الصحية لين عندهم يعني إحنا خذنا بكل سهولة سرنا لهم ونشوف وضعهم أسس نشوف شو اللي صار فيهم ونحولهم إذا كانوا محتاجين أي علاجات أخرى بتحقق طبعا أهداف هيئة الصحة واحدة من أهداف هيئة الصحة المهمة هي تعزيز صحة أفراد المجتمع وحمايتهم نعم فالمبادرة هاي جدا مهمة بنفس الوقت تبرز المبادرة أهمية التعاون العمل الجماعي أي شراكات ثانية فإحنا متعاونين مع مؤسسة نورتبي ما قصروا معنا موفرين الباص اللي مجهز بأحدث الأجهزة عشان نفحص اليهال في معانا شركات خاصة مثل الجابر النظارات شركة ريولي بأهمية بعد الشراكات الخاصة مع القطاع الحكومي جدا مهم في هذه الفترة عشان نقدر نحقق أفضل النتائج ونوصل لأكبر عدد من المجتمع يعطيكم الفعافية دكتورة أبغي كلمة أخيرة منت قبل ما أختم معاك هذا اللقاء الجميل طبعا نشكر هيئة الصحة على مبادراتها الحمد لله هيئة الصحة دائما في مبادرات تسعى للوصول لأفراد المجتمع من خلال حملات تبقيفية حملات التطعيم من خلال حملات السكرينينج اللي هي الكشف مبكر عن جميع الأمراض وإن شاء الله حتى احنا في المدارس نسوي قد ما نقدر نحاول نوصل للطلاب لأنهم فئة جدا مهمة بالنسبة لنا شكرا لك دكتورة سوسن النحاس طبيب خصائي أول بإدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي إن شاء الله نحن بتكون لنا يعني لقاءات قادمة في العديد من المواضيع لأننا عنا وايد مواضيع نبغي نتكلم عنها عن حماية الصحة العامة سواء عند الطلاب أو في المجتمع ككل هذه مبادرة مجانية لفحص نظر طلاب المدارس الخيرية في إمارة دبي أحد المبادرات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي ضمن عام التسامح شكرا جزيلا لكم وشكرا كذلك لمؤسسة نور دبي لعلاج العيون على تعاونهم كذلك معكم في هذه المبادرة شكرا جزيلا دكتورة عفو قبل ما أختم بقرأ الدراسة بس على السريع دراسة شوية يعني شدتني أنا بصراحة يقول وهي دراسة شوية صادمة تراها تقول أن تبييض الأسنان أخطر مما تتصور كشف الدراسة الطبية حديثة أن مادة بروكسيد الهايدروجين التي تستخدم في منتجات تبييض الأسنان تلحق ضرارا كبيرة بصحة الفم وبحسب ما نقل صحيفة الديليميل البريطانية فإن بروكسيد الأكسجين وهو مركب كيميائي يؤدي إلى إضعاف النسيج العميق للأسنان ويجعلها أكثرها شاشة وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة ستوكتون بولاية نيوجيرسي أن المركب الكيميائي لا يعمل على تبييض الطبق العليا من السن فقط بل يتسرب إلى الطبقات السفلية فيؤدي إلى عدة أضرار أضاف الباحثون أن هذا المركب الكيميائي يؤثر على أحد البروتينات فيحولها جزئيات صغيرة ومهشمة هذا الأمر يؤدي إلى تلف السن في مرحلة لاحقة وتساعد الطبق العليا من السن على عدم وصول المحافزات الحارة والباردة إلى العصاب وبالتالي فهي تحمي الأسنان من الألم والحساسية بموجب المعايير الصحية المعتمدة في الولايات المتحدة ينبغي ألا تزيد نسبة بروكسيد الهايدروجين في منتجات تبييض الأسنان عن صفر فاصلة واحد في المئة لكن هذه النسبة تصل إلى ثلاثة وثلاثين في المئة لدى بعض الشركات فانتبهوا لهذه المسألة هذه دراسة ودراسة منشورة في صحيفة رسمية صحيفة معتمدة فيها معتمدة جدا فنحن نطرحها كذلك هذه الممارسة موجودة ولكن يعني تظل هي دراسة نتمنى إن شاء الله يعني الواحد ياخذ بهذه الدراسات يشوف يعني أمور كثيرة قال من خلال هذه الدراسات يعني بعد فترة تثبت صحتها فنحن نيبلكم هذه الدراسات من مصادرها ونطرحها كذلك لكم يمكن سبحان الله أحيانا الواحد ما ينتبه حق الكثير من الأمور اللي يمارسها ولكن يعني ما أدري تبييض الأسنان فيها سبحان الله ما شاء الله الناس كلهم مضروسهم حلوة كلهم عيسى يقول لك بفلوسك بدرهمك كل منقوش نعم هذا مشكلة يوم واحد يسوي أسنانه ويطلع روح هو والزمين في الإذاعة والزعتر والقواسمة هو من الشخصيات اللي عامل يعني ابتسامة هوليوود ولكن يا ليه تفادت يعني 24 ساعة مع الصد ولا مبوز في الناس طلع ضروسك حق الناس خل الناس يستانس وابتسامة في وجه أخيك صدقة عمونا وصلنا لختام حلقتنا شكرا نجاة السويدي كانت معنا في التنسيق كل شكر للزميل حسنا بلاونا الشكر الأكبر لزميلنا عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم محمود وسف العديو نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي